هذه أبرز العناوين المغاربة يهاجمون بعض لاعب المنتخب الوطني الأول عاجل فوز القجع غادب جدا من لاعبين في المنتخب المغربي وهذه التفاصيل بالفيديو صحفي جزائري يتهم المغرب بأن له يدا في سوء أرضية ملعب تشاكرة بالبليدة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس المغاربة يهاجمون بعض لاعبي المنتخب الوطني الأول أتار بعض لاعبي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ضجة كبيرة على هامش المباراة التي جمعتهم يوم السبت بمنتخب غينيا بيساو لحساب التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وهجم بعض المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين الذين ظهروا في لحظة قراءة النشيد الوطني يضحكون من أمام كرسي الاحتياط واعتبر الجمهور المغربي أن هذا الفعل يتنافى مع مبدأ احترام الوطن وكذا عدم انضباط المعنيين داخل صفوف كتيبة الناخب الوطني السيربي وحيد خليل زيتش جدير بالذكر أن أصد الأطلس فازوا أمس السبت على منتخب غينيا بصوب تلاتية نظيفة بعد الإطاحة بهم في الذهاب بخمسة أهداف لسفر عاجل فوز القجع غادب جدا من لاعبين في المنتخب المغربي وهذه التفاصيل ذكر موقع سبورت سيفن أن رئيس الجامعة الملكية المغربية ريكورت القدم فوز القجع أبدى غضبه تجاه لاعبين بارزين داخل المنتخب الوطني المغربي وذلك بعدما رصدتهم عدسة الكاميرا وهما يضحكان أثناء عزف النشيد الوطني خلال مباراة غينيا بصوب ولم يتقبل رئيس الجامعة سلوك اللاعبين سامي مايا وسوفيان كراوني كونهما لم يحترما النشيد الوطني المغربي وهو سلوك مرفوض ووجه رئيس الجامعة إنذارا لسامي مايا وسوفيان كراوني محدرهما من تكرار هذا التصرف الغير احترافي لا سيما وأن صورتهما انتشرت بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث عبر عدد من المغرب عن استيائهم الشديد من هذا السلوك صحفي جزائري يتهم المغرب بأن له يدا في سوء أرضية ملعب تشاكر بالبليدة أدل صحفي جزائري بتصريحات متير حول المغرب حيث اتهمه بالوقوف وراء سوء أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وقد تفاعل كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع التصريحات المضحكة للصحفي الجزائري والتي جاءت متناسقة مع مواقف حكام المرادية الذين يربطون كل فشل بالمغرب الصحفي الجزائري المثير أطلق العين لخياله ليخلص إلى أن المغرب يقود مؤامرة من أجل استبعاد مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي علما أن المغرب استقبل قبل أيام المنتخب الجزائري بمراكش ووفر له كل حاجياته تجدر الإشارة إلى أن المدرب الجزائري جمال بالماضي انتقد أرضية الملعب السيئة وتساءل لاعبون دوليون بذات المنتخب كيف يمكن لبلد مثل الجزائر أن تكون له أرضية ميدان مثل هاته سليماني ومحرز ينفجران غضباً بالسبب صوع أرضية الملعب نأتي لتمثيل البلد ونجد مثل هذا العشب إنه أمر كاريتي انفجر لاعباء المنتخب الجزائري رياد محرز وإسلام سليماني غضباً في المؤتمر الصعفي الذي أعقب مباراة الخضر ضد الناجر يوم الجمعة وتمكنت الجزائر من الفوز بنتيجة كبيرة برسم الجولة التالية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس العالم قطر 2022 في مباراة احتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وكان المدرب جامال بالماضي قد انفجر غضباً بسبب صوع أرضية هذا الملعب الشهر الماضي ثم رفض هذه المرة التعليق على العشب مرة أخرى لكن محرز وسليماني فعل ذلك وقال نجم مونشيستر سيتي أرضية الملعب لم تساعدنا إنها جد متضررة من المدراجات أو شاشات التلفاز تبدو جيدة لكن في الحقيقة يمكنني القول إنه لا يمكن اللاعب فيها لقد وجدنا فيها الرامل وأضاف محرز لا أفهم كيف لبلد مثلنا ومع منتخب أدخل الفرحة في قلوب الشعب أن يلعب في ملعب كهذا إنه أمر غير مفهوم ولا يصدق عندما نلعب في بلدنا علينا أن نتوفر على ملعب رائع لتقديم كرة جميلة لكن العكس حدث الخصم يحب هذه النوعية من الملعب وقاتلنا ضدهم من جانبه قال إسلام سليماني مهاجم أولمبيك ليون أريد التحدث عن هذا الأمر أرى أنه من المؤسف أن تتوفر الجزائر على ملعب كهذه للذهاب إلى كأس العالم يجب أن تضع البلاد جميع العوامل في خدمة منتخبها لكن العكس صحيح نحن نمنح الأفضل للخصم نحن كفريق يصنع اللاعب لا يحق لنا أن نجد مثل هذه العشب نأتي لتمتيل البلد ونلعب في مثل هذه الملعب فهذا أمر كارتي وخطير تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الأولى بتصفية المونديال بفارق الأهدف عن بورك نفاصو حيث يمتلك كل منتخب سبع نقاط ثم تأتي النيجر في المركز الثالث بالثلاث نقاط والجيبوتي في المركز الأخير بدون نقاط في أول تصريح له ريكو يتوعد بن صديق بعد واقعة تعرضه للبسق تحدث حامل حزام الوزن التقيل في الكيكبوكسين عن مواجهته المرتقبة للمقاتل المغربي جمال بن صديق في أمسية جلوري المقبلة بعدما انسحب الهولندي إلستير أوفرين بداع الإصابة ونقلت تقارير صحافية هولندي تصريح ريكو تلفزيوني متنولا مواجهته لبن صديق قائلا أن سعيد لأنه تم العثور على بديل كان من المهم بالنسبة لي أن أواجه خصما يتطلع الجمهور لحضوره واستحضر ريكو خلافه السابق مع بن صديق عندما تعرض للبسق من طرف الأخير قبل نزالهما سنة 2017 وذلك خلال عملية الوزن مصرحا لم ولن أنسى أبدا ما فعله بهذا الرجل بسلوكه غير الرياضي أخبرته عن السياء في الحلبة وأريد أن أذكره مجددا وواصل أرى أنه من المزعج لفريقه في التدريب بنيامين أن يحرم من مواجهة بن صديق لكنه حصل أيضا على خصم جديد كل تلك النزالات ستكون متيرة وسيواجه جمال بن صديق خصمه ريكو فيرهوفن على حزام الوزن التقيل السابت 23 أكتوبر في نزال هو الأبرز خلال الأمسية وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة لعائلات وأمهات اللاعبين في المباراة التي خضى الفريق الوطني أمس السابت ضد منتعب غينيا بيصاو والتي تفوق فيها الفريق الوطني بتلاتية نظيفة وحضرت عائلات اللاعبين بمركب محمد الخامس بالطار البيضاء لمساندة فلادات أكبادهم في مشهد إنساني ولا أروا وكم كانت المشاهد جميلة عندما نزلت العائلات للملعاب وهنأت أبنائها على هذا الفوز المستحق وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد اتخذت هذه الخطوة في مناسبات سابقة واستحسنها الجامع لما فيها من بود الإنساني واجتماعي وتكريما لهذه الأسر التي كان لها دور كبير في حمل فلدة أكبادها قميص المنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر